موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكل متابعين كرام وظهر موقع المهاجر كما العادة معكم سوفيا المرزوقي أخير الأخبار وأخير المستجدات نتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال وبداية أسبوع موفقة للجميع بدأوا على بركاته الله متابعين الكرام أهم العناوين التي اختارنا المتابعين اليوم أولها أبدأوا بهذا الخبر هذا كما قلت لكم سابقا متابعين الكرام مصائب قوم عند قوم فوائده الحرب ديال روسيا لأوكرانيا فتحت أبواب كبيرة للمملكة المغربية وهذا المرة هذه من بعد الاعتراف الإسباني فبريطانيا تتهيأ لإعتراف بمغربية الصحراء أنا عرفوا بقي التفاصيل لهذا الأمر هذا وعلاش كما قلت لكم الحرب ديال أوكرانيا ديال روسيا على أوكرانيا هي اللي فتحت هذا الباب هذا للمغرب أنا عرفوا بقي التفاصيل لهذا الخبر هذا كذلك قد نهضروا لخبر آخر وهو يعني من مصادر خاصة الموقع السحيفة واللي عنده علاقة بالكلام اللي تحدثت عليه سابقا على تاريخ العودة ديال النقل البحري بين المغرب وإسبانيا وذلك الشي اللي قلت سابقا بخصوص الاجتماع المنتظر وكل شي مني نخرج ذلك الموعد اللي كيقولوا الناس أنه 7 أبريل فهذا الخبر هذا عنده علاقة بهذا الأمر هذا وغد نعرفوا بقي التفاصيل عليه كذلك كذلك قد نهضروا للمشاركة ديال وزير الخارجي المغربي في قمة سحراء النقل والكلمة دياله اللي ضام فيها كذلك سحراء المغربية أمام القادة والمزراء الخارجية ديال الدول العظمى مثل أمريكا كذلك قد نهضروا على الأسباب ديال المشاركة دياله فهذا القمة هذي واللي عندها علاقة كذلك بالنظام الشيوعي ديال تقسيم الدول وكل هذي الأمور اللي كنت نحتاج لها سابقا فبطبيعة الحال هذي القمة هذي عندها واحد الغرض قد نعرفوه شنو هو وبكل تفاصيله كذلك قد نهضروا أخيرا متابعنا الكرام على الحكومة الإسبانية وعلى الحديث ديال الوزير أو رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتيز اليوم وأنه قال أن الحكومة الإسبانية ستدعم المحروقات لفائدة جميع السكان ما بقاتش غد يدعم فقط القزوال ديال المهني ما بقاتش تدعم فقط القزوال المهني ولكن غد يدعم يعني بوحد تخفض لجميع السكان بعشرين سنتيم اللي كل لتر وقود تؤدي منها شركات المحروقات خمسة سنتيمات يعني الشركات ديال المحروقات خصاص دامن هنا في رسالة للمملكة المغربية وبالنسبة للشركات ديال المحروقات اللي كيترقصها أولا صح أحد مالكي أكبر شركات ديال الوقود اللي هو أخ نوش في المغرب فالشركات هتتحمل واحد المصروف ديال خمسة ديال السنتيمات يعني كان هنطروا على خمسة ديال السنتيمات ديال الأورو اللي غدتتحملها يعني الدولة غدتعطي خمسة سنتيم كدعم والشركات هتتحمل خمسة ديال السنتيمات غايكون كذلك إعفاء من بعض الترائب غايكون كذلك في الأجور رفع في الأجور وبالتالي الأمور مؤخراً عرفوا الخلاصة للخطاب من الرئيس الحكومة الإسبانية على هذا الدعم هذا باشي حار بالتضخم داخل الإسبانية اللي كان مؤخراً عرفوا واحد الارتفاع كبير وكذلك حتى الإضرابات اللي خلت المحلات التجارية تبان فارغة من التموين بصفة عامة وندعوا على براكتي للمتابعين الكرام كما قلت لكم مصائب قوم عند قوم فوائده على ما يبدو أن الجزائر كتب لها أن تبقى في عزلة داخل المنطقة إخوان كما عرفتوا الحرب ديال روسيا على الأوكرانية مجدتش من فارغ روسيا كانت تتوقع ما سوف يقول له العالم وهذا الشي متاع الوباء وهذا الشي كامل اللي جوا تحضير للعالم الجديد تحضير التحول الجديد ديال العالم باش نكونوا واضحين من هنا لألفين وثلاثين العالم يعتزم الاستغناء عن النفط فروسيا عرفات المخطط العالمي الجديد عرفات لين بغين يوصلوا الدول العظمى عرفات بأن توسع ديالها غيكون يعني النهاية دياله فما لقاتش من غير أنها قبل ما يبدأ هذا الشي هذا سبب على الأقل واحد الأضرار لهذه الدول الأوروبية والأضرار أي الآن تعاش داخل دول الأوروبية وتقدر تدخل في مجاعات بعض الدول الإفريقية كذلك الأضرار هي أنها غزاة أوكرانيا أحد أكبر يعني موزعي القمح في العالم أحد أكبر موزعي نوار الشمس في العالم هذا هو السبب ديال الغلاء ديال الزيت هذا هو السبب ديال فقدان الزيت هذا هو السبب ديال كذلك المعاناة ديال بعض الدول الإفريقية اللي غادي تلقى ما تلقاش القمح فالسيد كان غادي يعرف بأن القضية غادي تحمض عليه مرور يخصوه يدير شي حاجة فهذا شي علاش كما قلت لكم مصائبه قومين عنده قومين فوائده لأن العالم افتح عينيه على القوات الجديدة على التحول الجديد ذاك الكلمة اللي كانت يقول الوزير الخارجية المغربي سابقا السنة الماضية واللي ما فهموهاش العديد ديال الناس ألا وهي مغرب اليوم ماشي هو مغرب أمس مغرب ما بعد الجائحة ماشي هو مغرب ما قبل الجائحة تحول ديال العالم فالدول ديال المصدرة للنفط أغلبية ديالها كانت تشتغل باش تلقى بديل شوفوا الإمارات والقضية على السياحة شوفوا السعودية عندها الحمد لله الله عطاها الحج عطاها بالدهب عطاها بزيف ديال الأمور ديال الأرض الكريمة عمرها ما قد تخص بزيف ديال الدول فالجزائر كانت من شاغلة فقط بتمويل ميليشيات البوليزاريو مضايقة المملكة المغربية وتهدي الغاز الامر لدول الاتحاد الأوروبي والتي انقلبت عليها حالياً والتي بيينت الأنياب ديالها مقابل أنها تستغنى على الغاز ديالها هنا المغرب بدأ يتحرك في معترك الغاز والبيترول الروسي البريطانيا تساعد لتحول تاريخي في موقفها من الصحراء دعونا نشوفو أشبط ؟ توقع يحاول المغرب يقناع بريطانيا للاعتماد عليه في الإمداد الطاقي حتى تتحرك لندن تدريجيا من الارتباط بالغاز والبترول الروسي في ظل تحولات دولية وارتفاع قيمة هذين المنتوجين الذين أصبحوا ورقتا ضغط في المعسكرين الشرقي والغربي وفي الوقت ذاتي تسعى الرباط إلى اقتناص الفرصة المناسبة وسط الزخم الدولي حول الصحراء ومقترح الحكم الذاتي الذي تمكنت من حجده في السنوات الأخيرة وتعززها بموقفي ألمانيا وإسبانيا بريطانيا أصبحت مقبلة وهنا المغرب يقول بريطانيا سنعودك على النقص الذي سيكون عندك واحدة الخمسة في المئة للغاز الذي كانت تسورده من روسيا سنحاول نضمن لك الأمن الطاقي بالطاقة المتجديدة بريطانيا لم يجد ربطات قبل ما يوقع شيء كامل واحد الخط يعني خسرت عليه الملايير ما بين المغرب وبريطانيا ديال الكهرباء ما جلش هاتش هذا وطرأ من فرغ الإخوان هاتش كله كان مدرس من الأليف للياء وهذا المخطط هذا العالمي الجديد رغادي يحقق فيه درجة بدرجة درجة بدرجة والدليل هو أن كل من كان موالي لروسيا سيبقى في معزل الجزائر، إيران، كل هذه الدولة تبقى في معزل يعني في المنتظم الدولي وحاليا الجزائر كان عليها تكون اشتغلات على تعويض لأن راكلتها إسبانيا وكل شيء يقولها وهو يستهزئ كل المنابر الإعلامية تتحدث عن عدم قدرة الجزائر على الرد على القرار الإسباني سحبات السفير ديالها سحبات السفير ديالها الأهمية ديال التواجد ديال السفيرة المغربية داخل إسبانيا كانت واضحة وإسبانيا اشتغلت ليلة نهار بش ترجع السفيرة فبغى تسحب السفير ديالها الجزائر سحباته من إسبانيا مطرى بس ما زال حدود الساعة؟ يقولك إحنا حر أحرار إحنا أحرار ونعترفه بالنسبة للأحزاب اللي وقفاس وبغى تتعارض هذه المسألة هذه أنا نقولكم الإخوان شنو هي الأحزاب الكبيرة داخل إسبانيا كي الحزب الشراكي وكي الحزب الشعبي الحزب الشراكي اعترف والحزب الشعبي ما عارضش الاعتراف عارض طريقة اللي اعترف بها الحزب الشراكي الأحزاب الصغيرة التي تحاول يعني إظهار مشهد سياسي صارم داخل إسبانيا باش توصل لذلك القمة اللي كان فيها الحزب الشراكي والحزب الشعبي هي اللي كتبين لمعارضة أما الحزب الشعبي ما عارضش الفكرة بحديدتها والفكرة الحزب الشعبي فاش كان في الرئاسة ماريانو راخوي سنة 2015 منضاع مع المغرب وهو يدعم ويشيد بالمقترح الحكم التاتي للأقاليم الجنوبية شنو طرى الحزب الشعبي؟ الحزب الشعبي يعرف بأن القرار لإخداد الحكومة الإسبانية هو قرار سيعود بالنفع على إسبانيا وغادي قوي المشهد ديال بيدرو سانتيز داخل الحكومة الإسبانية فكان كيتمنى كون كان الحزب الشعبي ده بحاليا في الحكم هو اللي ياخد هذا القرار هذا وكان غادي يطلع في المشهد السياسي داخل إسبانيا يعني بالتالي جدينا للمسألة السياسات داخل إسبانيا فهذا الشي علاش كانت ماشي معارضة من الحزب الشعبي ولكن كان بغا يدخل في اتخاذ هذا القرار هذا كان بغا بيدرو سانتيز يقحمه في اتخاذ هذا القرار هذا وبيدرو سانتيز بغا يفوز بهذا القرار هذا كشخص هو وكحكومة دياله وكحزب دياله هذا هو المشكل لطاري مبيل الأحزاب الكبرى أما الأحزاب الصغيرة فهي تحاول حاليا أن تصعد في المشهد السياسي الاحتضار ديال بوديموس احنا عارفين بأن من بعد هذا الحكومة اللي دخل فيها بوديموس تم خنقه يعني هنا يقدرون نقوله الورقة ديال بوديموس تحرقات في براس الحاكم الأساسي والمؤسس ديال بوديموس اللي هو باولو إيجليسياس هي يولندا ديال اللي كانت تابعة اليسار المتحد هذا هو الأمر اللي وقع داخل إسبانيا ولكن القرار اللي اتخذت إسبانيا لا رجعت فيه قرار سيادي تاخداته يعني رسالة بعدها المالك ما غيمكنش تراجع فيها هذا هو الخبر الأول للإخوان وكانت تضروا اعتراف بريطاني طبيعة الحل ندوز الخبر المولي للإخوان هنا قبل ما نبدأ نهضر على هذا الخبر هذا كم أريد نقول يعني العديد من الأصدقاء اللي هضروا على واحد تاريخ معين وكل واحد كي هضر على خبر إن لو كي يجيب المصدر دياله أنا أعطي مثلا صديق عثمان هضر على سبعة أبريل فش هضر على سبعة أبريل قال لكم سبعة أبريل أنا هضرت عليه هذا الموقع هذا هضر على هذا الموقع على سبعة أبريل كتاريخه أنا ما كان أكدت شي حاجة هل هو الكلام ديال عثمان ونرشعوا الفيديو دياله وغتشوفه فأنا قلت يعني الإخوان اللي هضروا معي وقالوا لي رغتش فتح سبعة أبريل قلت لي وما نقدرش نأكد علاش لأن أصلا لا إسبانيا عرفة ولا المغرب عرف كين واحد الزيارة نهار واحد أبريل فمن سبقوش الأحداث فهنا يكين عنا يعني مصادر خاصة لموقع الصحيفة كتقول لا تاريخ لعودة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا قبل اللقاء وزيري خارجية البلدين في الرباط يعني ما كنت شي حاجة حتيت لقاو الوزراء إذا كانت إسبانيا ما عرفاش تاريخ رأي ما بطاع لا على بيدرونسانتيس فوقاش يخرج يقول لهم رغتش تفتح الباب سبتوبة من اليو غتش تفتح يعني الحدود البحرية بطاع عليه فوقاش يقولها وما يعني ما الحدود الساعة ما كنت شي حاجة ما رغم يمشي ألباريس غادي تكون شي حاجة على الرغم من أن عودة عملية مرحبة الخاصة بعبور مغاربة الخارج خلال الصيف المقبل أمر متفق عليه بين المغرب وإسبانيا يعني هذا الأمر هذا متفق عليه المغرب وإسبانيا في ظل عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما من بعد ما رجعت العلاقات الدبلوماسية إلا أن ما يروج حول تحديد موعد عودة نشاط الرابط البحري بين البلدين في فاتح أبريل المقبل أمر غير صحيح كي اللي قال قع فاتح أبريل قد تحل الحدود البحرية هذا شي هذا خطأ وفق ما أكدته للصحيفة مصادر مسؤولة والتي أوردت إسباني خصي مانويل ألباريس بالرباط يعني يا إخوان الحدود البحرية غادي تفتح ماشي ما غا تفتح ولكن لي ما نقدرش نأكد هو واحد تاريخ معين سبعة أبريل قالوه وقالوا واحد موقع قال بأنها تسريبات قدر تكون تقدر تكون سبعة أبريل ولكن أنا كشخص كان نوصل المعلومة ما غادش نقدر نأكده لأن الدليل على أن ما يمكنش نأكده هو أن اللقاء ما زال ما كينش اللقاء ما زال ما كينش يعني ما زال ما هدروش على تاريخ يقدر يكون هذا كوى التاريخ اللي المغرب ديره كتصور في دماغه وتقدر إسباني يكون عندها تاريخ آخر ويتفقوا على شي حاجة واسط أخرى يعني نصف ديال أبريل تقدر تكون شي حاجة في الأوائل ديال أبريل تقدر تكون شي حاجة ولكن التأكيد ما كينش دونك بغاديش نهدرو على هذا الأمر هذا وأوضحت المصادر نفسها أن هناك تسرعا تلحديث عن اتفاق ريباط ومدريد على موعده لمعاودة نشاط النقل البحري للمسافرين بين الضفتين خاصة عبر وسائل الإعلام الإسبانية التي تتحدث عن ذلك انطلاقا من تخمينات والسنادة على مصادر غير مخولة يعني فقط كالتصور لوقيته ما كينش حاجة حقيقية أن تفاصيل اتفاق المبدئي بين حكومتين المغرب وإسبانيا لا زال طي الكتمان ويصر وزير الخارجي الإسباني على إحاطة الأمر بسرية شديدة إلى حين الوصول إلى اتفاق نهائي شامل عند زيارته للمغرب في الأول من أبريل زيارة اللي غتكون في الأول من أبريل ماشي الفتح اللي غيكون في الأول من أبريل منينيزور في الأول من أبريل وتكون اللقاء ويتفقع لواحد تاريخ تينا تصربت حاجة ذلك الساعات ووصلتنا أن نكونوا مقتنعين بها تلك التسريب ونكونوا مقتنعين به ولكن ما حدو ما زال ما قامش تلك التجتمع هذا كيفشانا قد نقتنع بواحد تسريب اللي بنت عليه واحد المجلة ولا واحد جريدة إسبانية والمغربية من تخمينات لنفسها فقط هذا هو الخبر اللي بغيت نقول الإخوان وكان أكد لكم الإخوان النهار غادي تكون شي حاجة رسمية كما عودتكم هذه القناة غادي تحدث عليها ما كينش الرسمي ما غادي تحدثوش عليه ندوزو الخبر الموالي الإخوان هنا غادي نهضروا على القمة اللي كان فيها وزير الخارجية المغربي اليوم قمة صحراء النقب غادي نهضروا على الكلمة ديره وكذلك غادي نهضروا على الأسباب دي المشاركة أول شيء الكلمة دي القمة دي صحراء النقب بوريطة لنظرائه من أمريكا وإسرائيل والدول العربية آمل أن نلتقي في صحراء أخرى في إشارة إلى الصحراء المغربية أقاليم جنوبية المغربية أشار وزير الخارجية المغربي إلى استعداد المغربي لإستضافة اجتماع مماثل لذلك الذي احتضنته صحراء النقب بعودة من وزير الخارجية الإسرائيلي يائر لابيت اليوم الاثنين على أن يكون ذلك بالصحراء المغربية موردا خلال حديثه في ندوة صحفية مع نظرائه من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وإسرائيل آمل أن نلتقي في صحراء أخرى ولكن بنفس الروح وفي اختتام كلمته أمام كل من أنتوني بلينكين وعبد الله بن زيد وعبد الله طيف زياني ويائر لابيت قال بوريطا ينبغي أن نخلق روح النقب القائمة على التعايش والنتائج الملموسة والبناء من أجل السلام ومواجهة خصوم السلام بإيجابية وأن نتحداهم آمل أن نلتقي في صحراء أخرى ولكن بنفس الروح في إشارة إلى الصحراء المغربية التي تدعم واشنطن وأبوظبي والمنامة علنا سيادة الرباط عليها هنا سمعتوا يعني الكلام دياله هو دعم السلام هذا هو سبب ديال هذه القمة أجل نشوف علش المغرب شارك في هذه القمة هذه بالطبع علش تختارت المملكة المغربية أسباب مشاركة المغرب بقمة نقب السوداسية المقامة بإسرائيل إلى جانب وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والإمارات والبحرين ومصر شارك ناصر بوريطا وزير شؤول خارجية والتعامل الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج اليوم الاثنين في قمة النقب المقامة بإسرائيل وبخصوص أسباب مشاركة المغرب في هذه القمة السوداسية كشف موقع إسرائيل يوم أن العلاقات المتوترة بين الرباط وطهران من ضمن دواعي موحدة من أجل تصدي للتهديد الإيراني يعني هذه الدول كلها تعاني من التهديد الإيراني المغرب في القضية الأولى والأخيرة تعمل ميليشيات البوليزاريو كما قلت لكم سابقا كان حزب الله كان إيران كان روسيا كانت تدعم خيفية الجزائر هي المحتضينة فهنا هذا ستا ديال القوات في العالم بغا تجتمع بحل مثلا نحيل في الناتو للدار باش يحبس توسع ديال الاتحاد السوفيتي فهنا هذا بغا توجهه مع إيران تقدر تدار شي حلف ما بين الدول ولكن هذا هو السبب الأساسي في هذه القمة المصدر ذاته أضافا أن العديد من دول الخليج تعمل على إحداث اجتياح أحداث اجتياح الإرهاب الذي تموله إيران وتنفذه جماعات وميليشيات من جذوره مستحضرا في السياق نفسه الهجوم الذي شنه الحوثيون على منشأة نفطية قبل أيام ما تسببه في ارتفاع أسعار نفط عالميا هذا وشرع نفس المصدر في الحديث عن تاريخ العلاقات المغربية الإيرانية علاوة على التوترات التي طبعت العلاقات بين البلدين في الأونة الأخيرة بسبب دعم طهران جبهة البوليزاريو الانفصالية وتوفير حزب الله الموالي لإيران الأسلحة والعتاد العسكري يعني هذا حزب الله وإيران يشتغلوا في نفس السياق يعني يقلبوا على الميليشيات الإرهابية وكيسلحوها وهم مدعومون يعني وهم يدعمون هم من يدعمون ميليشيات البوليزاريو بالمساعدة دي الجزائر وكما قلت لكم سابقا الإخوان قريبا إن شاء الله نسمعوا واحد الخبر اللي هو مهم جدا وهو إعلان ميليشيات البوليزاريو كجماعة إرهابية في المنطقة وذلك الساعات الجزائر ما عرفناش كيفاش غيكون الموقف ديالها واش غادي تنصل منهم وغادي تهرب في حالها ولا غا تلقا تحميهم تدخل يعني كما قلت لكم رابع تدخلات في عزلة في المنطقة فما عرفناش الموقف ديالها كيفاش غادي يكون ده بخصة تكون عيشة واحد توتر يعني ما بعده توتر بالأخص العسكر دي الجزائر من بعد هذ القمة هذي يعني نوم ما غادي يجي لأعيون ديالهم أخيرا متابعنا كرام قدوزوا الشأل الإسباني ونظروا على الحكومة الإسبانية اللي اليوم يعني رئيس ديالها بدروسانتز قال بأنها ستدعم المحروقات لفائدة جميع السكان بتخفض 20 سنتيما لكل لتر وقود تؤدي منه شركات المحروقات 5 ديال السيئة النوش شوية ديال تضامن مع الشعب المغربي رسالة السيئة النوش أنت تشوف الشركات ديال المحروقات تدعم بخمسة ديال سنتيما تعاون بلادها تعاون الدولة أنت هو الرئيس ديال الحكومة المغربية تعاون الدولة واحد شوية وعاون الشعب بركة ما تطلع على الشعب في الأسعار هنشوف هذا الخبر 7 مليار دولار كمساعدات مباشرة ودعم للوقود للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي ويأتي الكشف عن الخطة المنتظرة منذ وقت طويل في وقت تواجه إسبانيا موجة متنامية من الإضطرابات الاجتماعية المرتبطة بالتدخم المتزايد وارتفاع الأسعار من بينها إضراب لسائق الشاحنات وتوقف بعض قطاعات الإنتاج التي تم الكشف عنها لأول مرة بعد أيام قليلة من نشوب الحرب في 24 فبراير إجراءات لمواجهة أسعار الوقود المتزايدة وستبقى في حيز النفاذ حتى 30 يونيو ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء عليها في اجتماعه الثلاثة وقال سانتيز أمام منتدى اقتصادي إن الخطة تتضمن نحو 6 مليارات يورو في شكل مساعدات مباشرة وحسومات ضريبية و10 مليارات يورو في كل وخصومات اعتدر وخصومات ضريبية و10 مليارات يورو في كل شكل قروض بضمان الدولة التخفيف من تأثير الأزمة على الأسر والشركات وأضاف أن الخطة الحكومية تتضمن أيضا تخفيف 20 سنتيما على الأقل لكل لتر وقود ومن هذا التخفيف تتكفل الحكومة بتمويل 15 سنتيم فيما تدفع شركات البترول بين 1.84 و1.98 يورو للتر فيما تراوح سعر الديازل بين 1.86 و1.95 يورو حسب موقع متخصص في أسعى الوقود والأسبوع الماضي أعلنت الحكومة الإسبانية تخفيضا مماثلا لكن لمصلحة سائق الشاحنات فقط فيما يستفيد جميع السكان من تخفيض جديد وتمد الخطة أيضا حتى نهاية يونيو التخفيضات الضريبية المعمول بها بالفعل مثل خفض قيمة ضريبة المضافة على الطاقة وتعليق ضريبة على إنتاج الكهرباء وتتضمن أيضا حزمة مساعدات تبلغ 362 مليون يورو لقطاع الزراعة والفلاحة 362 مليون يورو للصناعات الزراعية والسمكية وتحديد نسبة جوج في المياه كثقف على الزيادات في الإيجارات وزيادة بنسبة 15% في دعم بالدخل لمساعدة الفئات الأصغر الأكثر ضعفا وأفاد سانتيز أن الخطة إجمالا بمثابة استثمار 16 مليار يورو لتخفيف تداعيات على الأسر والشركات وتشهد إسبانيا استياء اجتماعي متزايد من التضخم الذي بلغ قرابة 8% في فبراير في أعلى مستوياته منذ 35 سنة على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا وبدأ سائق الشاحنات في 14 مارس إضرابا مفتوحا بسبب تزايد أسعار الوقود وأغلقوا طرقا ما تسبب في نقص في السلع في عدد من متاجر البلاد ولحق بهم الصيادون الذين نظموا إضرابا كبيرا الأسبوع الماضي والعاملون في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وهم جميعا يشكون من ارتفاع ثمن الوقود هذا هو الخبر وعلى ما يبدو أن بيدرو سانتيز منهرش للحكومة وهو غير في الدعم المساعدات 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 هذا الشيء اللي يعطى الله بدأت الجائحة جاءت مراهة الحرب الأوكرانية سنتين دي الجائحة وما عرفنا شحالة الحرب هذه تتأخر وغادي تخلينا في هذه المعاناة واشحة تتسالي الحكومة دي سانتيز ولا يكون قبل الفرج إن شاء الله بإذن الله وهذا الشيء شكرا لكم على حسن المتابعة على الهتمام على الدعم للمشروط تشوفكم إن شاء الله فيديو أخر وموضع أخر وتكونوا دائما في أسر الأحوال دمتم في رعاية الله السلام عليكم